السلام عليكم وأهلا بكم في حلقة جديدة في مزرعتك في بيتك حلقة أسعار جديدة النهاردة مهمة لكل إخواتنا اللي عاوزين يشتغلوا حلقة مبشرة بالخير ولكن قبل نبدأ الحلقة كالعادة ما تنسوش الصلاة على الحبيب المصطفى اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله ما تنسوش كمان يا جماعة تكتبوها بإيديكو حالا في التعليقات ويخلوها شاهد لنا يوم الإيامة أي حد من إخواتنا المبتدئين عنده دوري التسمين المتابع معي مجانا على الرقم اللي بسيبه لحضراتكم في نهاية كل حلقة وكملوا معنا الحلقة للآخر أتستفادوا أي حد عنده أي سؤال يكتبو لنا في التعليقات تحت الفيديو برد على معظم أسئلة حضراتكم قدر المستطاع عاوز أنا ننبه على حاجة مهمة جدا يا جماعة بالنسبة لإخواتنا اللي متابعين معايا عارفين إن المتابعة على التليفون يعني بترن حضرتك علي بالتليفون أنا برد على حضرتك سواء بقى في الشغل في المزرعة في أي مكان في البيت أنا برد على حضرتك ولكن الناس اللي بتكتب حاجات على الواتساب وبتستنى مني الرد يا جماعة الواتساب زحمة جدا جدا مهما قعدت أرد على الناس مش بجيب نهاية الاتصالات أو نهاية الرسائل فاهمين قصدي؟ فيبقى سهل على نفسك وسهل علي كمان أنا الرد فاهمين قصدي إيه؟ لأن حضرتك لما بتكلمني بالتليفون أنا برد عليك ولكن لما بتكلمني على الواتساب لازم أعد واسيب اللي في إيدي واسيب شغلي واسيب مصالحي والدنيا دي كلها وأعود أرد على حضرتك فده بيبقى صعب عليها جدا ممكن الرد يوصلك بعدها بساعة باتنين بتلاتة بيوم أو باتنين أو بتلاتة فطبعا حضرتك بتزعل يبقى الصح والأفضل لكلية إن حضرتك بتكلمني بالتليفون والمتابعة مجانية يا جماعة سواء عندك كات كوت سواء عندك عشر تلاف كات كوت المتابعة مجانا بدون ولا جنيه واحد خلاص كده ولكن حبيت بس أنوه على الحتة دي لأن الناس بتزعل وترجع تقولي أمال إنتي كاتبة إن المتابعة مجانة ومش بتردي يا جماعة المتابعة على التليفون للمرة المليون المتابعة على التليفون مش على الواتساب خلاص كده طيب يبقى أخلصنا من الجوز إيه دي طيب تعالوا بقى نتكلم على الأسعار بتاعتنا هنبدأ بأسعار الفراخ البيضة طبعا فيها سبات النهاردة زيها زي مبارح نفس السعر ولكن أعوز أقولك على حاجة مهمة جدا لو السوق يا جماعة فيه سحب كانت الأسعار هتبقى أعلى من كده وطبعا ده حاجة بتزعل إخواتنا المستهلكين طيب إيه اللي رافع الأسعار أو إيه السبب قلنا من فترة إن مع ارتفاع موجة الحر اللي فاتت كانت عاملة مشاكل وكان الناس حتى اللي عندها أوزان صغيرة خرجت الفراخ بتاعتها بدون ما تجيب الأوزان وبدون ما تجيب العمر اللي مفروض تخرج فيه وبالتالي حصل فجوة في الفراخ البيضة في المزارع نسبة المعروض قليلة جدا كمان يا جماعة مفيش سحب تخيلوا بقى لو فيه سحب من المستهلك على الفراخ البيضة في الأسعار اللي إحنا فيها دي كان هيبقى فيه ارتفاع لأن المعروض قليل لو فيه سحب هيبقى فيه ارتفاع فهمين قصدي فيعني الحمد لله إن هي جات على قد كده وعاوز أقول لكم برضو لإخواتنا المستهلكين طبعا هما منهمش زنب في القصة دي ولكن زي ما قلنا مبارح هي كده مرة للمربي ومرة للمستهلك ولكن هنقول إيه الله المستعان ربنا يعود على الناس اللي خسرت فيه ناس عاوز أقول لكم النهاردة فيه ناس مكلمان يا جماعة عندها عوزة عالية جدا ولكن عندها نسبة نافئ عالية جدا جدا ومع ذلك يعني يدوب يعني غطت نفسها بالعافية فهمين قصدي إيه وفيه ناس تانية خسرت لإن فيه نافئ عالي نسبة النافئ أكتر من نسبة اللي موجود عندها فهمين قصدي فالناس دي بتخسر مهما كان السوق عالي دي مش حاجة كويسة صدقوني ولا كويسة للمربي ولا كويسة للمستهلك كل ما كان الحاجة فيها المعقول سواء منتخلات المنتج الحاجات اللي هي بتطلع المنتج معاك كويس من بقى من نافئ من أدوية من أعلاف من الاستهلاك اللي انت بتستقدمه وكانت أسعاره كويسة وكان عندك نسبة النافئ قليلة أو النسبة اللي مفروض تطلع بها بس ربنا بكرمك حتى لو الأسعار نازلة وبالتالي بتبقى الأسعار برضو مناسبة لإخواتنا المستهلكين أما حتى لو كانت الأسعار عالية بالمنظر ده برضو الناس بتخسر ولكن في الوقت الحالي إخواتنا اللي ربنا كريمهم يعني ومعديها معاهم على خير الناس دي لأ مش بتخسر الناس دي ربنا كريمها بزيادة في النهاية عاوز أقول ربنا يكرم الجميع وإخواتنا اللي بيسألونا نشتغل ولا نستنى ولا نعمل إيه عندك مكان مجهز وعندك تقدر ان انت تتحمل درجات الحرارة دي وتشوف شغلك مظبوط وتدخل علف كويس وتدخل كتكوت كويس اشتغل ما توقفش خلاص كده يا جماعة اللي بيشتغل في التسمين ما بيوقفش السوق طالع السوق نازل الناس اللي بتشتغل في التسمين أو قانون شغلنا يا جماعة في التسمين احنا مش بنقف ولا صيف ولا شتة ولا حر ولا برد ولا السوق طالع ولا الكتكوت نازل ما فيش الكلام ده يا جماعة حضرتك قررت تشتغل في التسمين يبقى بتشتغل صيف وشتة وتحت أي ظرف بتشتغل يا جماعة التسمين زي وزي أي مهنة ما ينفعش مثلا أن انت بتشتغل في المهنة دي في المناسبة وتوقف المناسبة التانية التسمين زي وزي أي حاجة شغال طول السنة خلاص كده طيب تعالوا بقى نشوف أسعار الكتكيت أسعار الكتكيت السابتة طيب هتنزل إمتى؟ هتنزل لو السوق مريح يا جماعة في أسعار الفراخ البيضة ولكن طالما الفراخ عالية مستحيل أبدا الشركات إن هي تنزل الكتكوت وخليكوا عارفين القصة دي وتكلمنا فيها قبل كده والمفروض تكونوا بقى يعني عرفت الدنيا ماشية إزاي لإن كل يوم بتكلم معاكم في نفس القصة دي خلاص كده طيب بالنسبة بقى الأسعار البيض برضو سبات يعني ارتفاع بسيط أسعار الأعلاف فيها نزول حلو جدا يشجع المربي إن هو يشتغل في الأيام دي طيب تعالوا بقى نشوف الأسعار كلها النهاردة سواء أسعار الكتكيت أسعار البيض والأعلاف وكل حاجة بتخص المربي والمستهلك ولكن ما تنسوش الصلاة على الحبيب المصطفى ما تنسوش كمان إن أنتو تشاروا الحلقة يا جماعة والناس اللي مش بتحط لايك أنا شايفاكوا حط لايك يا جماعة لو سمحتوا علشان تساعدوا في انتشار الحلقة والناس كلها تعرفوا الأسعار الحقيقية والفعلية النهاردة ما تنسوش كمان الصلاة على الحبيب المصطفى البط البلدي أرض المزرعة 110 والمحلات 115 البط المسكوفي أرض المزرعة 100 جنيه والمحلات 110 جنيه للكيلو المولار أرض المزرعة 80 جنيه والمحلات 90 جنيه للكيلو الحمام البلدي أرض المزرعة 150 والمحلات 170 جنيه للجوز البط الفرنسوي أرض المزرعة 65 وستين والمحلات خمسة وسبعين جنيه للكيلو السمان ارض المزرعة تمانين جنيه والمحلات تسعين جنيه للجوز والروم البلد الاسود ارض المزرعة مية خمسة وعشرين والمحلات مية خمسة وتلاتين والروم الابيض ارض المزرعة مية وخمستاشر والمحلات مية خمسة وعشرين جنيه للكيلو الارنب ارض المزرعة خمسة وتسعين والمحلات مية وخمسة جنيه للكيلو البلد الحر النهاردة ارتفاع جديد ارض المزرعة مية وعشرين والمحلات 130 جنيه للكيلو الفيوم والرزي برضو ارتفاع ارض المزرعة 115 والمحلات 125 جنيه للكيلو ابيض بياض ارض المزرعة 63 والمحلات 73 جنيه للكيلو احمر بياض ارض المزرعة 73 والمحلات 83 جنيه للكيلو الساس وارد المزرعة 100 والمحلات 110 جنيه للكيلو امهات الساس وارد المزرعة 85 والمحلات 95 جنيه للكيلو امهات الفراخ البيضة الها برد الكبيرة ارض المزرعة خمسة وتمانين والمحلات خمسة وتسعين جنيه للكيلو اما عن الفراخ البيضة النهاردة ارض المزرعة اتنين وتسعين والمحلات من مية لمية وتنين جنيه للكيلو اما عن البيض النهاردة الطبق البيض الابيض من التجار للمحلات مية وتمنتاشر والمحلات للمستهلك مية تمانية وعشرين الطبق البيض الاحمر من التجار للمحلات مية خمسة وعشرين والمستهلك مية خمسة وتلاتين جنيه للطبق البلدي من التجار للمحلات مية خمسة وعشرين والمحلات للمستهلك مية خمسة وتلاتين جنيه للطم. اما عن اسعار الاعلاث النهارalı بيتروح سعرها من التسعة اشير الى الثلاثة والتلاتة والتين. الا Aqui بي وقطعي في المحلات في خمسة وعشرين كيلو. خمسمية وستين با دي سوبر. خمسمية وخمسة وخمسين نامي خمسمية وخمسين ناهي. والكيلو قطعي في المحلات تلاتة وعشرين جنيه. الدرة الا avec construction 25 كيلو 410 والكيلو قطعي في المحلات 13 جنيه ادي العبوة 25 كيلو 410 اما عن الماكرونة النهاردة العبوة 10 كيلو 170 جنيه رز بلدي عريض العبوة 25 كيلو ورز بلدي رفاية العبوة 25 كيلو 610 جنيه اما عن اسعار الكاتاكيتة النهاردة سبات واستقرار على سعرها لليوم التاني البطل بيكينة 20 جنيه الشروفان 21 البيور 27 جنيه مولر محلي 40 جنيه مولر مستورة 45 المسكوفي 50 جنيه الروم البرونزي 48 جنيه روم بلدي اسود 45 جنيه السمال من 4 ل 10 على حسب العمر فيوم بلدي 11 جنيه الجميزة البيور 23 الفرز الديوك رزي النهاردة 23 جنيه رزي برابر 15 جنيه رزي على وشه 20 جنيه بلدي محسن 10 جنيه بلدي مشعر 11 جنيه والبلدي الهاجين 9 جنيه ونص والبلدي الحر النهاردة 11 جنيه أما عن الهاجين العالي 19 جنيه ساسو جيل تاني 18 جنيه الساسو الشفر النهاردة المزارع 22 جنيه أما عن الكاتكوت الأبيض للأهالي النهاردة واللي بادئ من 26 ل 27 جنيه والشركات بادئ من 28 ل 30 جنيه ومهم جدا 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 جودته مصدر الكاتكوت اللي حضرتك بتشتغل ليه كانت الحلقة النهاردة نتمنى يكون القادم أفضل اشتغلوا ما توقفوا الشغل انتم بخير في كل أحوالكم السوق طالع السوق نازل ما علينا غير السعي والتوفيق أكيد بيكون من عند ربنا شكرا لكل إخواتنا من مصر شكرا لكل إخواتنا من الدول العربية بحبكو جدا في الله شكرا على حسن المتابعة وعلى صيقة الغالية استنونا في حلقة جديدة أشوفكو تاني بألف صحة وخير